أبوها بالجلسة ما أنا مضمنا بابس من باب البلن لا سمحت شوه عش أمو كمنا ميت حبيبي أنا وشفت شوه أنا وشفت قوله أمو كمنا ميت أمو كمنا ميت أمو كمنا ميت أمو كمنا ميت أول شي إخوان راح نبدأ مع أخونا اللي ما شعب أمو ما شعب أمو كمنا ميت حشف عمره ستة خمسيني وما شعبه طب اسمعني حبيبي تخيل أنت أنا سمعت قلامي عن أمو يسوي مع أمو تخيل آيات ماربع ذلك قاعد نومك موجودة في البيت صح؟ وقاعدها في الصارع واندي أتنام واندي تاكب جاعتم ويتعشق عشتبار شوف يزنك شعبان واندي تشوف شعبان ماودة تاكب اللازم بشعبان معها ما نومك تنام اللازم تحضن شعبان قبل شعبان أتخيل أنك رحت الآن قادران 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 أن نوم القنام موجودة تنتضرق البيت وش راحي شعبان أول شي تسويه وش راحي شعبان أول بصاح لتتوقع بسبب قتل أمذ الشيخ مواجودة ما رأب عجل ما تراح تنام أمك ما تراح تنام أمك تحضنه تتكبل تنام أمك ش راح تسويه كان مواجودة أصبح أنا أخرح إذا رأيت رؤية في المناء كيف تصارت عندنا جميلة أخرح البشر أحلي عندي شفتها اليوم بالمناء كيف تجي؟ كيف تجي شفتها؟ أتمام عندي أتمام عندي أسمعت؟ 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 أنا أسمعت كلام أخواني أخيل أنه موجود ما رفعت يدك أسمعت المحاضرة أسمعت الآية أسمعت الشيخ خالد يقول ورحت الآلة وأموك موجودة أجل أن تضرب في البيت أجل أن تصيرك صحيح يا الواقع فقط ما ذلك؟ أسمعكم أي شخص فيكم إذا وجاء الهرع يحب الله سلموني ف فلنلكتين لأن أمتها لديه وأمي ليس أنا، وأخوي ولأخو أكثر من الأساس أسابين أن أمهم وأنا مع الشيخ الحبيبي نسمع الشيخ الآن يقرأ كلام رب العالمين مم كلامنا نعود نعيد الآية نفس نقراها الشيخ كلام رب العالمين لنا كلنا الآية هالخوان سبع استخدامنا الله يوفقكم الله يخبركم رحمكم جميعا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبنون عندك الكبر أحدهم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا والله حبيبي تبقى أخوك نصيح بالله أنك تبقى الله بي شيء بانك تبقى الله بمك وبوك والله نصيح بالله راح تذكر والله كلامنا تذكر كلام أخواني اللي بوكوا لان باقي تركز تكذب عليهم ترفع صوتك عليهم والله ما يفرح لك لأشيبانك والله ما يفرح لك لأشيبانك والله ما يشيل همك لأشيبانك حبيبي والله نصيح بالله ترى هذا باب بيبانا آن قدامك بيبانا لجنة موجودة عندك البيت والله ما يحس فالله بعدين يفقدهم لا يموك أخوياك اللي حرصونك حرظونك على والديك رضا الله من رضا الوالديك فأنت بالنفسك أنا أخوك والله بتذكر كلامي اللي حبيبي